موسيقى مساء الخير لبنان بلد العيد يرتفع فقط على مذبح الكنيسة من الفاتيكان إلى بكركي بالصلاة وحدها يحيى وبالدعوات إلى الله بالشفاء السياسي العاجل من زمن الميلاد تتطلع صوب البلاد لتجد أن من حكمها أعادها إلى زمن ما قبل الميلاد ما قبل النور لقد قل الإيمان وكثر المؤمنون بعضهم يهدم الهيكل والبعض الآخر يطوي العام بالعام والتعطيل بالتعطيل ويدخل سنة جديدة لا يلوي إلا على الاستعراض السياسي ونحن نطوي آخر أيام السنة نستعرض ماذا فعلنا ببلادنا أي خطوات إنقاذية كان في مقدورنا القيام بها وأحجمنا عنها بسبب الأنانيات وارتفاع روح الشخصانية من دون جواب فوري بيتنا ندرك الأسباب والتي تنذر بانتقال العدوى من 22 إلى 23 بكل سهولة واستسهال جردة أولى للعام المنهزم مع الزميلين درسا الـ 12 شهرا وعاشا تفاصيل حروبها الصغيرة والكبيرة في آن أولا في هذه الحلقة آخر حلقات العام 2022 مع الزميلين جون عزيز وحسين أيوب وجردة حساب للـ 2022 بأبرز مفاصلها و بأبرز محطاتها وماذا ممكن أن تسلم للعام القادم العام 2023 من محطات ونقاط وعنوين ساخنة ثم في الجزء الثاني من هذه الحلقة استقبل وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار المؤلف الموسيقي والمسرحي غسان رحباني ومديرة مبادرة حسن الجوار في الجامعة الأمريكية في بيروت الأيوبي مونة الحلاء وجمهورنا اليوم باستوديو هم أولاد وأطفال من مدرستين مدرسة ليساء عبدالقادر ومدرسة ملكارت بدنا نجرب نسألهم أي وطن بيحلموا فيه شو بدهم من المسؤولين عن هالبلد تحت يضلوا بهالبلد ويعيشوا فيه ويتعلموا ويشتغلوا ويحققوا أحلامهم مباشرة إلى فقرة أولا مساء الخير حسين أيوب مساء الخير جانع عزيز كل عيد وانتو بخير ميلاد مجيد ميلاد مجيد لألك لعيالنا لكل المشاهدين لهالجيل على عمل أن الميلادات اللي جاي تحملهم وطن أفضل ومسؤولين أفضل أولاك ممكن تحملهم وطن أفضل ومسؤولين أفضل إن شاء الله بهالسيديو الجميل الحلو بهالتلميز بهالباقة الحلوة اللي عن جد بتعطي معنا للسن اللي جاي ولكل اللي ما نحكيه الليلة إن شاء الله عاك الحال مثل ما قلت الليلة بدنا نعمل جردة حساب للـ 2022 بالسياسة بالاقتصاد بالعلمات الفارقة والبارزة وما هي أبرز التحديات اللي رح توجهنا بالـ 2022 وما هو المتوقع منها ولكن بالبداية بدأ إبدأ من العنوين يلي تصدرت بهذين اليومين لقاءات البعض منها كان معلن ومعروف البعض منها أعلن عنه بعد حصوله ويمكن في كتير كمان لقاءات لم يعلن عنها محورة رئيس التيار الوطني الحرج وبران باسيل لقاء مع رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط اليوم صار في معلومات أنه صار في لقاء مع الرئيس التيار المرد السلامان الفرنجي صار في لقاء من عشر تيام مع الرئيس ميقاتي كل هذه اللقاءات حسين أيوب بأي خانب توضعها كيف ستصرف على الأرض السياسية أو على الأرض الرئاسية إذا بدنا نقول إنها رئاسة الجمهورية يعني رئاسة الجمهورية التي انطوط يعني رئاسة العماد ميشيل عون اللي انطوط واللي عم بيقرر بطي وزير جبران باسيل هاي أولا ثم رئاسة الجمهورية المقبلة واضح من خلال المسار اللي عم نشهده واللي قد نشهد في وصول لاحقة له إنه الوزير باسيل مش قبلان نهائيا بموأي معادلة رئاسية توصل أحد اثنين إلى رئاسة الجمهورية سلامان فرنجي وجوزيف عون لا بل أكثر من ذلك يعني يعتبر قضية أو وصول أو عدم وصول واحد من هذين الاثنين هي قضية حياة أو موت ولذلك يتصرف بالسياسة خلينا نقول بشيء من الانفعال السياسي تعبير عن المأزق السياسي الرهن اللي بيخصه هو واللي بيخص البلد عموما الانسداد السياسي عموما هلأ ما في شيء بالسياسي مجانا وبالتالي اللقاء اللي صار مع رئيس الحكومة قبل اللقاء التشاوري ببيت علاء خواجة ومن ثم اللقاء اللي صار كمان مع سلامان فرنجي بعتقد بالمكان ذاته وبالفترة ذاته كمان مش بفترة قريبة جدا ثم اللقاء الثالث والأخير اللي صار مع نائب وليد جملاط أو رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جملاط العنوان المشترك بين اللقاءات وإن كان عم بيحاولوا ما يعطوا أي طابع سياسي لللقاء الأول والثاني هو رئاس جمهورية هذا بيطرحك إذا بدك قدامك يعني يعني حتى مع مئات رئاس الجمهورية كانت ولا كان شيء له علاء بالحكومة لا هني بالمعلن عم بقوله أنه اكتسق يعني غلب الطابع الاجتماعي بس واضح أنه حتى الانسداد اللي صار بموضوع الحكومة وسبق إذا بدك اللقاء التشاوري يعني اللقاء اللي صار بين رئيس الحكومة وجبران باسيل صار قبل اللقاء التشاوري بمقر رئاسة مجلس الوزراء يعني بين جلسة مجلس الوزراء وبين اللقاء التشاوري حصل اللقاء مسار الجلسة بيدلك بيعطيك العنوان أنه عمليا اللقاء صفر بالسياسي حتى لو كان عنوانه الحكومة وليس الرئاسة بس أنا اللي عم بقوله الحكومة ما يرافق يعني موضوع الحكومة هو تعبير عن العقد الرئاسية وليس تعبير عن أزمة حكومة بزيتها حتى يعني تصرف الكل يعني اليوم خد مثل الذهاب إلى لقاء وليد جملاط ديب وليد جملاط مش مخبه موقفه أقله من بعد الانتخابات النيابية عم بقول أنه نحن عمليا بدنا نستبعد كل ما تنطبق عليه صفة الرئيس الاسفزيزي حتى نحط شو هي القواسم المشتركة تنعمل تصوير رئاسية طيلي هذا بيخدعك على محل إلى رئيس إدارة أزمة على هو يستخدم مرة بإحدى المؤابلات تعبير يعني اليس سيركيس يدير الأزمة عندما يذهب رئيس التيار الوطني الحر للقاء وليد جملاط من عند هذه النقطة بفهم أنه أنا وليد جملاط هذا هو بالمعنى السياسي المصطلح اللي عم يستخدمه بأدبياته السياسية مرارا وتكرارا ولكن أن ننتقل مباشرة من الرئيس الماروني الأوي إلى رئيس إدارة الأزمة هي مفارقة بالسياسي وهي تعبير عن مأزق أنت كنت عم الطالب مبارح برئيس ماروني أوي إلا إذا كانت مواصفات الرئيس القوي لا تنطبق إلا على جبران باسيل من بعد العماد ميشيل عون يعني إذا بدنا نحدد بالمعطيات وبالمعلومات المتوافرة عندك لقاء باسيل مئاتي فشل صفر وصفته لقاء باسيل سليمان فرنجية شو كان يعني شو المعلومات أو المعطيات المتوافرة منه يعني عم بتقول نتيجته صفر بس شو إطاره كان يعني شو الطبق الأساسي تبعه مش الطبق الأساسي هو الرئاسة بس بالتفاصيل يعني شو صار تحديدا يعني هو عادة إذا بدو ينجح هذا اللقاء إذا بدو ينجح هذا اللقاء بين سليمان فرنجية وبين جبران باسيل بدك تحط مجموعة احتمالات الاحتمال الأول أن يستسلم سليمان فرنجية وقاله لجبران باسيل معك حق والله الرئاسي صعبة وطالما أنت ما راح تكون ممر الزاملة وصولي إلى رئاسة جمهورية فأنا ساعتها بسحب ترشيحي وبيقول لك خلص كمل باللي بدك يا أنا انسحبت وهذا أمر دونه أولا أنه سليمان فرنجية ماضي في ترشيحه والزلمة مش حاطت سقف زمني معين أنه والله بكرة بوجه بدني قوله أنه بدني حمله ثوب الفراغ وما يمكن أن تحصل من تدعيات الزلمة مكمل وبالتالي هذا الاحتمال مش موجود بالسياسي احتمال التاني أنه يستسلم جبران باسيل ويقول جبران باسيل لسليمان فرنجية ومن ثم للسيد حسن نصر الله يقول له نخيي أنا خلص راح أمشي معكم بخيار سليمان فرنجية وهيدا اللي مش مبين وهيدا كمان بالعكس كل المؤشرات بتقول أنه جبران باسيل مش عم يفتح البيب إطلاقاً ولم يفتح البيب عند حزب الله بهذا الاتجاه في شيء ما بدنا نقول يعني إذا ما نوصف محضر إلو علاقة بهالجلسة يما لأ عندك شيء بعض المعلومات أو العنوين ما توفر من معلومات حول موضوع اللقاء وليد جملاط مع جبران باسيل وينحصر عند هذه النقطة لأ عم نحكي عن سليمان فرنجية جبران باسيل الاثنين عم بيصروا على الطابع الاجتماعي ما عم بيعطوا إنت بتعرف جورج أنه بالسياسي ما في شيء مجاني حتى اللقاء إذا أعطيها طابع اجتماعي وهذا بيطرع علامات استفهام أنا برأيي إلى علاقة لماذا قرر علاقة خواجة هلأ فجأة اطلالي على المشهد اللبناني من بعد اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل لأنه إذا أنت بترجع للحضور الأول لأله هو حضور ارتبط بالتسوية الرئاسية بال2016 وما صيغة على ضفاف تلك التسوية من اتفاقات مالية حريري باسيل يعني حريري باسيل في تلك المرحلة هل علاقة خواجة لأنه خلينا نفترض أنه زلمي ما عنده طموحات سياسية ولا بده يعمل رئيس حكومة هل هذا الدخول لعلاقة خواجة يتصل بأجندة اقتصادية مالية إلى علاقة قبل 2023 ولا سية ما عم نقول بموضوع اتفاق ترسيم الحدود هذه علامة استفهام ما حدا هلأ عنده جواب عليها جون عزيز ربطا بهذه اللقاءات وبالمعطيات المتوافرة عنها إذا بدك مع نهاية هالسنة تختار عنوان أو مانشات قبل من فوت بتفاصيل عنوين لـ 2022 أي مانشات أو أي عنوان بتختار 22 هي زروة معركة تحالف القوى الطائفية بمواجهة القوى الوطنية وكان ضروري جدا أنه تنتهي السنة على حركة من علاقة الخواجة تحديدا تحتى تبين هذه الصورة وتظهرها بأحلى تجليتها مثل ما تفضل أحسين ما تنسى علاقة خواجة هو أحد الطباخين الأساسيين لتسويت رئاسة 2016 لدرجة كان دوره يعني حاسم وهذا اللي يشير اللي عرفناه بعد سنوات مما سمح له بأنه يشتريت يحط شرط شرط محبب وودي أنه بيكون أول من يدخل إلى قصر بعبدة بعد ميشيل عون وهذا ما حصل لأنه كان أول ضيف سري على عشاء سري فور انتخاب ميشيل عون نزاك على أخواجة يلي ما كان حدا بيعرفه فمهم أنه يرجع يبين اليوم على أخواجة لا ترجع تبين أنه اللعبة القائمة هي لعبة هذه الطبقة الطائفية بكل التقاطعات وتمسيلياتها ومسرحياتها بمواجهة الطبقة الوطنية هل هذا ينبئ بتسوية قريبة؟ لا مش عمبول أنه في تسوية أنا أبدي أحكي بالتسوية أنا أبدي أحكي عن المشهد كما هو حاصل ليش على أخواجة عم بيتحدث كمان مثل ما قال حسين بس لازم نرجع نحدد علاء خواجة أخذ نسبة من الأسهم في أحد المصارف اللبنانية بهندسة ألعبانية مالية حصلت أنا زاك اليوم هذه الأسهم صارت متى تقريبا صفر هو معني بمشروعين لهم علاقة بإنتاج الكهرباء تعسروا نتيجة الوضع الظاهن التقديرات أنه له حوالي 600 مليون دولار بهذه الساحة المتعسرة بين هذه القوى فأكيد كل مصلحته محاولة إنتاج تسويه بس لحسابات مالية ربحية بذات الوقت بتكون الطبقة الأخرى عم بتحدد أو عم تحاول تعيد إنتاج نفسه 22 شو حصادة بدك نحكي هلأ حصادة من بعد ما نشوف هالتقرير يلي منسترجع فيه أبرز محطات لـ 2022 يلا وساعة مندخل نحن وإياكم بتقييم لـ 2022 سياسيا واقتصاديا فينيوس فرحات وهذا التقرير حصاد لـ 2022 عاصفت الأحداث هذا العام في بلد جاءنا عاصفا منذ الأعوام التي ولت العنوان العريض لبنان البلد المنهار اقتصاديا وسياسيا وكل ما يلي كان تفرعات لهذا الانهيار بدءا من العتمة الشاملة التي لفت كل لبنان مع وصول ساعات التخذية إلى صفر كهرباء وشد الخناق من أصحاب المولدات على المواطنين كانت الأزمة الاقتصادية تشتد لتضرب الكطاعات الغذائية والدوائية والاستشفائية مع تأرجح الدولار صعودا ونزولا وتدخلات موضعية لمصر في لبنان الحدث السياسي الأبرز هذا العام كان خروج الرئيس سعد الحريري من الحياة السياسية اللبنانية وسحب معه تيار المستقبل من استحقاق أيار الانتخابي مستودي عن الله بدمعة وأعبر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفترة الماضية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في تعطيل دام لحوالي ثلاثة أشهر عطر الصنائي الشعي جلسات مجلس الوزراء وربط عودة عقادها بتنحية القاضي طارق البطار عن ملف انفجار المرفأ إلا أنه سرعان ما وافق على الاجتماع بشرطي الموازنة وخطة التعافي الابتصادية في هذا الوقت كان لبنان يتحضر لإجراء انتخابات نيابية اعتبر كثيرون أنها بحكم المؤجلة إلا أنها جرت وانتخب اللبنانيون برلمانا جديدا لم تحصل فيه أي وجهة على الغالبية ودخلت إليه كتلة للنواب التغيير سرعان ما تفككت إلى كتل وتحالفات أما رئيس مجلس النواب فكان حتما الرئيس نبيه بري ولكن بأصوات كانت هذه المرة على الأدل لضمان فوزه لبنان رسميا دولة نفطية اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ وتنازل رئيس الجمهورية الصابت ميشيل عون عن الخط 29 الذي يوسع حدود لبنان الاقتصادية واعتبره خط تفاوض موافقا على الخط 23 وبعد تساؤلات عن حقيقة خروجه من قصر بعبدة أخلى ميشيل عون القصر وعاد جنرالا إلى الرابي مسلما القصر الجمهوري فارغا كما استلمه وهو الذي اعتاد إثارة الجلبة في كل مواقفه السياسية أبى ميشيل عون المغادرة إلا قبل التوقيع على مرسوم استقالة الحكومة جرح مرفأ بيروت لم يلتأم وهو الذي أحي آلامه في سنته الثانية مع انهيار الإهراءات حل الظلام على بحر الشمال مع غرق ذورك مهاجرين انطلق من القلمون كان على متنه ستون شخصا فغرق المركب وغرقت الأسباب والحقيقة معه وسط اتهامات إلى الجيش اللبناني بالتسبب بالحادث المصارف كانت على موعد دائم مع اكتحامات للمدعين المطالبين بودائعهم والمشهدية الأشهر كانت لسالي حافظ التي استرجعت حقوق شقيقتها مريضة السرطان بمسدس بلاستيكي وكرت سبحة الاكتحامات على المقلب الآخر كان اللبنانيون يتمسقون بخيط فرح وسط كل المشهد السودوي فأحرز المنتخب اللبناني لكرة السلة المرتبة الثانية في بطولة كأس آسيا مع تتويج وائل عرقجي كأفضل لاعب في البطولة أما حصد فرقة مياس لقب أمريكا في جاد تالينت فتوجه على وقع نبض اللبنانيين هنا جردة حساب الـ 2022 بمحطة أمل وفرح جاء عزيز تقييم للـ 2022 ثم الاحتمالات المقبلة بالـ 2023 خلينا نبلش بالتقييم سياسيا اقتصاديا شو تقييمك للـ 2022 مثل ما قلت خلينا نكمل الـ 2022 هو استمرار لمعركة عمره ثلاثة سنين بدأت مع سبعة عشر تشرين هذه القوى الطائفية اللي حست حالها بـ 17 تشرين بأول مواجهة شرسة مع شعب كامل ضده كان صلى ثلاثة سنين عم تتحدر لحسم المعركة بالـ 22 بالـ 22 حاولت القوى الطائفية تحسم المعركة بأربع استحاقات اتنين خصلوا اتنين تأجلوا الاستحاقين اللي حصلوا هن الانتخابات النيابية والاتفاق مع اسرائيل اتفاق هذه الطبقة مع اسرائيل الاستحاقين اللي تأجلوا سمي اتفاق طبعا سابت هذا الأمر شوف كل الأدبيات الدولية لا لا أدبيات الدولية كلها سوى عم بتقول الاتفاق هذه الطبقة مع اسرائيل الاستحاقين اللي تأجلوا رئاسة الجمهورية والموضوع النقد المالي يلي هل عنوانه capital control خليني يقول بالاستحاين اللي حصلوا بالتنين عشرين يلي هني الانتخابات والاتفاق مع اسرائيل بده واحد يعترف بالانتخابات هذه التحالف الطائفي نجح بإعادة إنتاج نفسه بنسبة تقارب السلسين 65-66% بتقاطع مذهل بالتحالفات الموضوعية بين بعضهم في إحدى المجموعات العلمية درست السلوك الانتخابي لهذه القوى يلي بالشكل ضد بعضها وبينت كيف أنه بالفعل ما كانوا ضد بعضهم يعني على سبيل المثال حزب الله منعرف أنه مثلا قبل الانتخابات بأسابيع عمل معركة شرسة جدا ضد سمير جعجع طب حزب الله أنه ما بيعرف أنه هذه المعركة بتقوي سمير جعجع مسيحيا بلا كان عارف بس هذه الدراسة بتقول أنه حزب الله كان عارف أنه حجم جبران المسيحي جبران باسيل المسيحيا رح يكون محدود ما في إمكانية لرفضوا بأصوات مسيحية كان بده حزب الله أنه الأصوات اللي بتتفلت من عند العونيين ما تروح لعند القوى الوطنية العلمانية بالفضلوا يروحوا لعند سمير جعجع مش هيد عملت المعركة اللي تقوية سمير جعجع على حساب التيارات المدني حزب الله عمل معركة تأوز قبل لك هيدا الدراسة هايك هايك لقيت بهذا السلوك وقال له شو هذا السلوك يلي أدى على مدى ثلاث أسابيع أربع أسابيع إلى معركة بوجه سمير جعجع مسأل تاني بهذه الدراسة السلوك اللي الانتخابي بين نبيه بردي وجبران بسيل يلي منعرف انه قديش بالإعلام بيحكوا على بعضون هاضي الطرفين من بعلبك الهرميل للبقع الغربي من بعبدة إلى بيروت الثاني كانوا متحالفين انتخابيا وكانوا عم بينسقوا بشكل كامل المطرح الوحيد بتقول الدراسة اللي اختلفوا كانوا اختلفوا انتخابيا بالشكل بصيدها جزيين لأنه كانوا متوعين انه هيك بتقاصموا الأصوات هاي ده تقيين الانتخابات إذن وصولا إلى المجلس الدستوري يلي بصد فيه إعادة الاحتساب بتزبط لصالح فيصل كرامي بس ما بتزبط لصالح جاد غصن يلي علما جاد غصن اخذ أصوات قد تلات نواب مجتمعين سواب المتن إذن هذه الطبقة الطائفية نجحت بإعادة إنتاج حالة جزئيا بالانتخابات بس خليني كامل الاستحاق الثاني اللي نجحت فيه هو الاتفاق مع اسرائيل اتفاق مع اسرائيل كان منجز قبل فترة طويلة وكان منجز بندون وساطة الناس يلي بيّنوا بالصورة طلب من الوسيط الأمريكي تأجيل الإعلان على الإنجاز تحتى يتم استثماره بمرحلة لاحقة برجعب لك باقي استحاقين أساسيين الرئاسي والموضوع المالي هاو تأجله لـ 23 وهو مكملة المعركة وهلأ اللي عم نشوفه من اتصالات هو بهذا السيئة هلأ منحكي بالموضوع خليني انتقل لـ 23 رئاسة الجمهورية والاستحقاق المالي ماذا في المعطيات لـ 2023 ماذا ستحمل لنا في بداياتها يعني انتخاب رئيس جمهورية هو العنوان الأساسي والعريض ليش ما منروح لانتخاب رئيس جمهورية يلي عم يعطل ليش بده يضل يعطل يتهم الثناء الشيعي بالتعطيل لأنه عم يفقد النصاب بتاني جلس ماذا عن كل هذا الجو واضح انه فيه انسيدات سياسي له علاقة بتوازنات الداخل له علاقة بتوازنات المجلس النيابي وهذا المجلس منذ اللحظة الاولى لانتخابه يعني انا اقلصة انه برلومان لبنان العراقي اللي بتملك فيه كل القوى القدرة على التعطيل ما بتملك القدرة على الاخذ الاكثرية التلتين وهذا شي عم بترجم هلأ هون المعضلة وبتالي هذا ممكن ياخدك حتما بالاخير على رئيس تسويه اذا تعذر طرف من الطرفين يعني الاساسيين بالتوازنات الكبيرة بمجلس النواب انه يوصلوا مرشحهم الى رئيسات رئيس التسويه ما هي ظروف انتاجه رئيس التسويه كنا عم نحكي سيد جورج كنا عم نقول انه فيه اولا الخيار الاول انه يجي سليمان فرنجية سلم وعم نقول انه هذا الخيار مش موجود الخيار التاني انه جبران باسيل يقول انه انا سلمت لسليمان وعم نقول هذا الخيار مش مطروح الخيار التالت هو حزب الله يجي يقول انه اخي انا سحبت سليمان فرنجية وتفضلوا سمولي مين مكان او طعوا نتفق على مرشح تسويه هؤلو الخيارات التلاتة مش موجودين انا ليش عم بقول هودة تلاتة عم بقول هودة تلاتة لانه حزب الله يعني كثنائي مع التحالفات الحد الادنى عنده من دون جبران باسيل عنده قدرة على التعطيل فطالما هو متبسك بترشيح سليمان فرنجية معنات انه امكانية انك تنتج اليوم تسويه او تقدر تجيب التلتان على الدورة التانية بمجلس النواب متعثرة هل هذا المسار له سقف زمني محدد انا عم بقول انه هذا المسار لا سقف زمنيا له نتمنى انه يكون له سقف زمني له علاقة اقله بالاستحاقات المقبلة اللي مرتبطة بولاية رياض سلامة بالمناسبة بين مزدوجان انا بقول عطفا على اللي عم بيقولها زميلنا جون انه عنوان الـ 2022 هو رياض سلامة رياض سلامة اولا بنتائج الانتخابات النيابية اللي اعادت نفس المنظومة عمليا الحامية لهذه التركيبة هاي واحد اتنين بادارة الازمة يلي من خلالها عمليا قلنا انه الموضوع الودائع واحتساب الخسائر حطيناه على جنب حطيناه على جنب مؤقتا بعدين نحمل المدعين هني المسئولية وبلشت المصارف عمليا عم بتعيد تكوين رسميلة من اول وجديد رجعت المصارف اتنفست عم ترجع تجيب ودائع وعم ترجع تتصرف وطلع ارباح بشكل كتير طبيعي على قاعدة انه هايديك المرحلة انطوت الى حساباتها لاحقا وهون بالمناسبة يعني بموضوع الودائع كل العنوين اللي عم تنحط من 3 سنين الى هلأ عنوانه سطر واحد اليوم واحد نائب او عشر نواب يروح يقدم اقتراح قانون لمجلس النواب يقولوا فيه انه يحق لكل موضع ان يستعيد الوديعة تبعيته بقيمة السوق الفعلية مش بدك تضيف عليها ولا سطر تاني لا تحكي لا عن capital control ولا اعادة هيكلة مصارف روح احفظن حقوق للناس على هاي الطريقة بسعر السوق الفعلي اللي بدك تقصطلون اياها بفترة زمنية عشر سنين قصطلون اياها بس تحميلون ودائعون بلا ما انت تقولون ودائعون مقدسة او اي شعار بدك تحطلون اياه ما جرى بموضوع صندوق الناد بكمل كمان نفس الشي عمليا انت شو عملت ثلاث سنين بعدك محلك ما عملنا شي بموضوع صندوق الناد لا بالعكس هذا المسار بياخذك على محل بيقول لك كل شغل اسعاد الشامي وكل فريق اسعاد الشامي يذهب هباءا لانه ما في بالمدى المنظور اتفاق مع صندوق الناد لانه ما في اصلاحات مش لانه ما في اصلاحات لانه ما رح يقدروا يعملوا اتفاق مع واقع دستوري مثل الموجود حاليا بالبلد ما عندك رئيس جمهوري ما عندك حكومي ما فيه ما رح يعملوا فيه هيدا اذا كان الرئيس الجمهوري المقبل او الحكومة المقبلة عنده النية اصلاحية او نية فوته على الملف الاقتصادي المالي بغير الطريقة اللي صارت هيدا الواقع اللي عم نوصفه واقع الـ 2022 لوين بيودينا بالـ 23 سياسيا واقتصاديا بدي حضرتك شو بتقول وبعد هنا حضرتك استاذ جون شو بتقول أنا بس بدي يقول هون بسرعة اختصر حتى ما نخسر الوقت ناخد بعين الاعتبار شغلة أساسية لبنان بالـ 2022 صار في صلب الحرب الباردة ليش نحن عمليا انتهت الحرب الباردة بالـ 91 مع انهيار الاتحاد السوفيتي وربما قبل حتى ايام البرسترويكا بلشوا الشباب هونيكي يقولونهم لكل حركات تحرروا وخلافهم حرروا منا وإلى آخرين مع حرب أوكرانيا بدأ الغرب وبدأت أمريكا تتعامل مع المنطقة بطريقة مختلفة حتى مع موضوع لبنان نحن كمية الإحراجات اللي اتعرضنا لها خلال سنة بعمر الأزم الروسي الأوكراني غير بسيطة من انه انت تروح تصوت بمجلس الأمن انت مع روسيا ولا مع أوكرانيا إلى الأمم المتحدة إلى مجموعة عناصر هاي ما كانت موجودة وهيدا مسار سيتدحرج في المرحلة المقبلة وهيدا بيعبر عن اهتمام أمريكي بالملف اللبناني لم يكن مسبقا بدليل هذا الشيء منصق مجلس الأمن القوم الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماجور بيقله لوزير خارجية لبنان بيقله لعله من أبرز الإنجازات وربما الإنجاز الوحيد اللي عملته الإدارة الأمريكية خارجيا هو اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل ولذلك الأمريكان مش رح يكونوا متساهلين مع أي استحقاء جاية على البلد وخصوصا بالسياسة وبرئاسة الجمهورية بالمقابل بدنا نطرع علامات استفهام كيف سيتصرف الإيرانيون وكيف سيتصرف الروس ما تنسى أنه عندك قاعدة حميميم هون عندك على مسافة 150 كم تقريبا من بيروت هذه اتنين ثلاثة الإيراني في خضم هذا الاشتباك الدولي الإقليمي الإيراني اليوم مش قاعد يعني عم بيتفرجها إيراني انخرطة في الحرب الروسية الأوكرانية عم يعطي مسيرات عم يعطي مسيرات للروسي عم بيضربوا أوروبا عم بيضربوا قلب أوروبا المناخ الأمريكي الأوروبي هو مناخ باتجاه أكتر فأكتر تصعيد الموقف مع إيران هل ستسمح إيران بتمرير رئيس جمهورية في لبنان علما أنه هون كمان بين مزدوجين بقول لك هذه الشغلة صارت إذا بدك بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية النصفية عفوا أمريكية قدم الأمريكيون عرضا للإيرانيين عبر الإنجليز قالوا في عرضهم نحن نقبل بإيران دولة نووية عضو في النادي النووي يعني تصير هي واحدة من عشر دول بهذا النادي سلمنا لكم يا شباب بس نقطع سطر عنا شي بنا نحكي نحن وياكم شو اللي بركن تحكوه معنا ألونم موضوع الحضور الإيراني في لبنان وسوريا والعراق جوابوه الإيرانيين نحن قنبلتنا النووية لبنان وسوريا والعراق أهم من القملة النووية وهذا الشيء من بعضه بفترة إذا بتتذكر التصريحات الإيرانية وآخرها تصريحة سيد القامل اللي حكي عن موضوع لبنان وسوريا والعراق بنفس الخاني هل هذا المسار الإيراني وهل هذا المسار الأمريكي وهل هذا المسار الروسي ومسار الحرب الباردة مناخ الحرب الباردة قادر ينجز تسويات بلبنان والله ممكن يخذنا على مزيد أنا ما بريد يخلي الناس يخافوا ويتشيأموا إن شاء الله بالأمر عم نكون واقعيين هذا المناخ بيخذك على احتدام سياسي ما خايفين لهلأ على الأمن وآخر دليل حتى ما نطول هو موضوع يعني قرار حزب الله بتسيم أحد المشتبه فيهم بحادثة العقبية أنا برأيي هذا مؤشر كتير إيجابي بيخلينا نكون مطمئنين إلى الأمن ما نخاف بس هل هذا الشيء له ثقف زمني ما بعرف جان عزيز لألفين وثلاثة وعشرين يعني لسوء الحظ أنا مش متفق مع حسين بما تقف شو قرأتك؟ قلت المواجهة الحاصلة ما ننسى حزب الله حليفه سمير جعجع نبيه بردي حليفه جبران بسهيل ما نضيع ما نضيع الباقي هي عملية مسرحية سياسية وقلتلك كيف بالانتخابات بيانت بشكل واضح بس أنا اللي بديقوله الالفين وثلاثة وعشرين رحكمل بالثلاثة وعشرين باك شو احتمالات لو 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 ما رئيسة الجمهورية مرتبطة بالوضع المالي كانوا انتخبوا هذه الطبقة الطائفية كانوا انتخبوا رئيس فورا بس مشكلته إنه وين علقوا علقوا إنه بدهم رئيسي يكمل بالمسار اللي عم بيعملوه بس ما بدهم يتحملوا هنه مسئولية الفشل بدهم يورطوا المجتمع الدولي عبر صندوق النقد وبنك الدولي وسادر والمؤسسات الدولية هاي المؤسسات فارضة شروطة المعروفة والمعلنية لذلك علقة المسألة كيف منقدر نقطع المسألتين مع بعضهم رئيس جمهورية يكمل بي الطبقة الطائفية بس يتحمل بذات الوقت مسئولية الأزم المالية خليني بعض الأرقام ثلاث أرقام ما بدي يكتل لأنه بعرف الناس رغم أنه هاوا حياتهم وموتهم بس ما بيهتموا فيهم لسوق الحظ جورج بالالفين واثنان وعشرين تم تزويب حوالي تلاتين مليار دولار من ودائع الناس ما حدا سألين يعني إذا إجا رئيس من هذه الطبقة يكمل بهذا المسار مش بحاجة لكل ولايته نص ولايته بيخلص كل مطالبات الناس بأنه انسرقنا وبينتهي الموضوع مثل ما قال حسين المصارف صارت كل مصرف مصرفين كل ما سبق راح وانتهى هلا عمي بيش عن جديد وحلوا عنا ما حدا قلوا معنا شي نرقم تاني بدي أعطيه نحنا بالالفين واثنين وعشرين دافعين واحد فاصلة ثمانية مليار دولار فاتورة مزوت إذا بس بتحسب الفرق بين كلفة المولد وكلفة كهرباء لبنان بيطلع كان فينا نوفر من هالسعر للمزوت حوالي 800 مليون دولار يعني توفير بس فاتورة مزوت بالسنة كافية لحل كل أزمة الكهرباء يعمروا لك المعامل طب ما بيعرفوا هاو دي يبنوا هاو المعامل بلا بيعرفوا يا جوج بس مطلوب لأنه مافيا المزوت هي اللي بتنوّل كل هذه الطبقة السياسية بدي أعطيه مثل ثالث قبل ما ننتهي نحنا حاطين السنة 920 مليون دولار طاقة شمسية تنأمن قدي أقل من 150 ميجاوات 920 مليون دولار كان فيهم يعطونا على الأقل 1200 ميجاوات لو بنينا معامل ما بيعرفوا يبنوا بلا بيعرفوا بس مطلوب أنه إفلاس الناس ما نضيع البوصل أستاذ جان بالألفان وثلاثة وعشرين رح يكون عندنا رئيس مثل ما البعض يقول أنه بأول شهرين ثلاثة يما الوصول إلى التسوي صيطول كما اعتبر الأستاذ أيوب إلتا وبرجع بدي عيدها إلتناها من أسبوعين المسألة الناطرة بداية الانتخابات الرئاسية التمهيدية الأمريكية لما جو بايدن بقدر إذا بدي يخوض المعركة أو لا ساعتها الحزب الديمقراطي بده يروح على تخفيد سعر البنزين عندهم مش عنا وطي خفضوا بده يمشي بثلاث مسارات تخفيد التوتر بأوكرانيا وبلش في مؤشرات كتير ما بدنا نعدها محاولة ترتيب وضع جديد مع السعودية كمان بلش ما بدنا نعددها وفي اجتماع ممكن يحصل وتخفيف التوتر مع إيران هون بهالمسارات في فرصة لرئيس اللبناني المهم رئيس تسويه هذا البلد لك المهم بهذه اللحظة أنه الدول الخارجية يكون عندها ضمير لبناني أكثر من مسؤوليننا تنجي برئيسي كم المسار تزويب الودائع واخضاع الناس وإفلس اللبناني في أسماء محتملة أكثر من غيرها وين؟ على مستوى الدولي؟ على المستوى الخارجي لأنه عم نحكى عن تقاطعات أو خيارات فرنسية قطرية سعودية أمريكية معلوم الموضوع في مشروعين في مشروع رئيس من خارج الطبقة وفي مشروع رئيس اقتصادي تقني أي يتقدم بلحظة الحسن علينا في أسماء؟ واضح يعني المشروع من خارج الطبقة هو قائد الجيش مشروع الاقتصادي التقني في تسميات اثنين ثلاثة صاروا معروفين خلينا نعدهم واحد منهم جهاد أزعور أوقات بيجع بيتكرر سمير على السيف مع أنه البعض بيعتبروا أنه نوع من برش وتاج عم بتنزل حدا بمظلي بس هذا البروفيل الاقتصادي التقني أو محاولة اصطلاح الوضع اللبناني بشكل عام نعم أستاذ حسين أيوب بالختام بلشنا بحركة الاتصالات بالبداية بالختام بدي أرجع لها بمناسبة الأعياد هل صار في تواصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر لأنه شفنا المساري اللي صار من أسبوعين لليوم صار في تواصل أي صحيح هو ما نقطع الاتصال بشكل كامل بالمعنى الاجتماعي ظل قائم يمكن إذا بدك تتوج اليوم باتصال عمرو وفق صفا مسؤول لجنة الارتباط والتنصيق بحزب الله بالعماد ميشيل عون وبرئيس التيار جبران باسيل السؤال هو اللي بده ينترح إذا بدك هو متصل بموضوع الحكي السياسي بيديتهم عمتها بيرجع بيسأنا وعنوانه الملف الرئاسي من عندما انتهى اللقاء بين جبران باسيل والسيد حسن نصر الله حاول أنه نحن فلان مرشحنا هو رفض المرشح الحزب وانقال يوم متى أنه للبحث يسله هل بيرجع بيسأنا في البحث من عند هذه النقطة أم ما زال الأمر مؤجلا لحد الآن ما زال الأمر مؤجلا بس بالمعنى التواصل فيه تواصل جملة وحدة التواصل قائم بس وقف بآخر الزيارة على حزب الله إلى قصر بعبدة قبل نهاية الولاية بـ 48 ساعة ويوم ذاك صار في كلام عن الرئاسة ووقف هونيك وبعدين منحكي عن الموضوع حكي لنا اليوم لا 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 لأنه جزء من التمثليات القائمة على اللبنانيين ما لازم نوقع عن الناس فيها شو كان بده حزب الله من العماد عون كانت زيارة وداعية كانت زيارة وداعية بس ليش شو صار بهالزيارة صار في حديث عن الرئاسة ومن وقتها توقف هذا المسار بس بيجع بقول صار في حديث عن الرئاسة لم يعجب الرئيس عون نجا عم نحكي عنه لاحقا ما بعرف ليش هالأب البحث الصلة البحث الصلة عم تعطي تيزر عم بتشوق لا برجع بلك لأنه يعني التفاصيل علما أنه الوسطاء شغالين لواء عباس إبراهيم من ثلاثة أيام كان بالرابية هلأ رجعت الرابية وبالتالي لا الاتصالات قائمة بس العقدة بعد الكلام الذي قيل بالزيارة الوداعية الكلام الذي قاله الرئيس عون للحزب خلينا لغاية مش هنوقف هالأحد مش هنوقف الأحد أنا بشكرك جون عزيز بشكرك حسين أيوب شكرا للكم شكرا هادي آخر حلقة للعام الفين واثنين وعشرين عملنا فيها جردة حساب واستعرضنا أبرز العنوين والملفات يلي رح تكون بالالفين وثلاثة وعشرين شكرا للكم وإلى اللقاء السنة الجاية يلا ما نعيد كل اللبنانيين وعياننا ونعيدك يا سيد جود الله يخليك وهالشباب والصبايا ونقلهم إن شاء الله بسنة خير كامل شكرا للكم مبروك العيد الثلاثة وعشرين لبرنامجك مبروك لا العشرين العشرين الواحدة وعشرين الواحدة وعشرين مضيعين الواحدة وعشرين ايه وشكرا على هالجلسة مع الشبيب الحلوين الله يخليك شكرا أستاذ حسين مشاهديننا بعد الفاصل الأعلاني بدأي استقبل وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار المؤلف الموسيقي غسان رحباني ومديرة مبادرة حسن الجوار في الجامعة الأمريكية في بيروت مونة الحلاء وتلميز المالكارت والليساء عبدالقادر يلي كل حدا منهم رح يوجه رسالة شو بيطلب شو بيتمنى شو بيحلم بهالبلد حتى يظل موجود بلبنان ويتعلم ويشتغل ويبني أحلامه بهالبلد بعد الفاصل اشتركوا في القناة